هل النهاردة ممكن حد يخترق أبليكيشن بنك ولا لازم هو بيخترق البنك نفسه يعني النهاردة مثلا تبع بنك X أو Y أو Z مثلا الأبليكيشن بتاعه على موبايلي أنا بحول من عليه وخلاص على المعتمده هو عليه معلوماتي يعني حتى ده مش أبليكيشن أدخل عليك رادت كارد هل في حاجة اسمها إنه حد يدخل على الأبليكيشن ده يخترق المعلومات بتاعه هو الموضوع يتقسمي جزئين أنا ممكن يحصل اختراق على مستوى الموبايل بتاعنا يبقى ده ملوش علاقة ببقية العمل بتوعتي البنكي ده خالص أنا حد عارف يخترق موبايلي فبالتالي عارف يأخذ البيانات بتاعتي العلموبايل يعني يحد يخترق الموبايل إزاي بلينك أول حاجة أنت المفروض تاخد بالك من أي لينك يجيلك سواء على ميل يجيلك على واتس ايب يجيلك على فيسبوك بيبقى في حاجة كده بتقول لنا accept all cookies الموجودة في الوابسايت مش دي المشكلة رأسية المشكلة أنت أوقف على الرابط قبل ما تدوس عليه أولا أنت بصت جايلك مني دي أول حاجة تاني حاجة أنت شفتوا مثلا ما بطلك مناحة صاحبك أو حد أنت عارفه مش كفاية بص وقف على الرابط بس من غير ما تدوس عليه هتلاقي جاب لك اسم اللينك ده راح فين تحت كده في البراوزر أو في اللي إنت هتكليك فيه يقول لك ده اللينك ده اسمه كذا لو لقيت الاسم ده مش ماشي مع اسم اللينك يعني اللينك مثلا يقول لك اللينك ده بتاع البنك الأهلي لقيت تحت مكتوب جي أو مثلا مجموع حروفي ده مش بتاعه يعني ورد ما يكونش صح خلينا نفاهم المشاهدين أكتر عشان أنا في ناس بيكبر شوية بشعارك يعني مثلا واحدة بعتت لحضرتك صورة أو فيديو بتاع الصباح مثلا وشاهد الأغنية الصباحية لكذا وهتلاقي تحت مكتوب عليه يا إما هتلاقي اللينك ده مكتوب عليه الأغنية الصباحية إما هتلاقي حروف مختلفة فبالتالي أنت ساعتها هتعرفي أنه ده رابط مش حقيقي يعني دايما لينكي الرابط ده بالفيديو أو اسم الفيديو اللي ما بقوت لك عشان ده أكبر الغلطات الناس كلها دايما بلاقي عندي في الماسنجر ناس بعتالي كده من ولا حاجة حاجات ما بقوتها على الماسنجر غريبة كده صباحية لقي اللينكس غريبة غريبة أنه لازم تحذر أكتر أو ما بقى أن الصيغة بتاعة الرسالة فيها خطر في مشكلة تسريب أعرف أنت حسابك تتصرب بياناتك استرابط أو لا الحاجات دي المفروض أن هي تخليك تبقى حريص أكتر أنه أنت ما تدس عليه لأنه الهاكرز والناس دي بتحاول تخليك ما تفكرش ما يديكش وقت تتفكر فيديك صيغة الرسالة أنه مشكلة عاجل حصل حاجة دوس على اللينك ده عشان كذا دي حاجة ثاني حاجة أن في مواقع أنت خلاص هاي تدوس على اللينك ده بسي خايف بتاخد كوب من اللينك ده وفي مواقع تتشيك بيها على اللينك ده يقولك ده سبام ولا حقي مثلا زي مثلا جوجل سيف براوزنج وفي حاجة تاني يسميها SSL تشيكر ده بتاخد اللينك تحط عليه يديك رسالة أن المواقع ده أمان ولا في حاجة كمان تانية أنت الURL أو العنوان نفسه لازم تتأكد إن هو الكونيكشن ده متشفر ترفع إزاي إنه أول أربع حروف HTTB تلاقي فيه بعدها S في أول حاجة في عنوان اللي لو لقيته بادي بالإسم على طول يبقى ده لو ملقيتش S يبقى الرابط ده مش مؤمن أصلا HTTPS في اللينك نفسه أول أربع حروف في الرابط نفسه تحقيق مش في الإسم الإسم مش هيبقى موجود في كده